في ظل مؤشرات وتقارير تتحدث عن دعم خارجي لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من شأنه أن يطيل أمد الحرب المستعرة منذ أكثر من عشرة أشهر أعربت الولايات المتحدة على لسان سفيرها في السودان عن قلقها البالغ إزاء هذه التقارير السفير الأمريكي في السودان جون جوديفري قال في تصريحات صحفية إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن شحنات أسلحة إيرانية للجيش السوداني الذي يخض حرباً مع قوات الدعم السريع والمتهمة أيضاً بتلقي دعم روسي جوديفري أشار إلى التقارير التي تتحدث عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران والتي يمكن أن تشمل دعماً مادياً إيرانياً للجيش السوداني وهو ما يشكل مصدر قلق بالنسبة لواشنطن وفقاً لسفيرها المسؤول الأمريكي أضاف أن بلاده دعت الأطراف الخارجية إلى الامتناء عن تقديم الدعم بكافة أشكاله لطرفي الصراع معتباً أن ذلك من شأنه تغذية النزاع في البلاد وإفشار جميع المفاوضات وبالتالي التقليل من احتمالية التوصل لحل شامل في السودان وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني يناير الفائت عند قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس أنها أسقطت مسيرات إيرانية من طراز مهاجر ستة في أمدرمان وشرق العاصم الخرطوم فيما تحدثت تقارير أخرى ومسؤولون في الجيش السوداني أن الأخير حصل على طائرات مسيرة من النظام التركي لاستخدامها في المعارك كما أشارت تقارير غربية إلى أن الدعم السريع تلقت أسلحة ومعدات من مجموعة فاغنر الروسية وسط اتهامات للإمارات أيضاً بإرسال أسلحة وذخيرة لقوات الدعم السريع عبر طائرات شحن في مطار إتشاد إتشاد